وأبدأ معك سيد ديفيد مباشرة قوات خاصة بريطانية في الخارج تعمل بشكل مميز عن بقية الجيش البريطاني انتشرت بالفعل في 19 دولة ومنطقة أخرى على مدار عقد من الزمن أولا عائدية هذه القوة لوزير الدفاع بشكل مباشر وإشراف من رئيس الوزراء ولا تخضع بطبيعة الحال لرقابة البرلمان ولا توجد حتى آلية لمراجعة عملها بأثر رجعي لنسأل في المقدمة وفي البداية ما هي طبيعة هذه القوة وما هي المهام التي تقوم بها ولماذا لا توجد رقابة عليها من قبل البرلمان برغم المطالبات العديدة والمتكررة بذلك يا سيد ديفيد إذن تقليديا القوات الخاصة البريطانية تعمل من أجل إحقاق مصالح المملكة المتحدة حول العالم ومن أجل حماية مصالحها وشعبها منذ بدايتها عندما كانت مجرد مفهوم فإن القوات الخاصة البريطانية كانت دائما سرية جدا بالطريقة التي تعمل بها المعلومات التي تجمعها والمعلومات المتعلقة بها وأعضاؤها أيضا كلها بعيدة عن عين الشعب والمجتمع وهذه هي سياسة عملها منذ بداية القوات الخاصة بعد الحرب العالمية الثانية وقد أنشئت هذه القوة في الحرب العالمية الثانية